زي ما قلنا لحضراتكم خلال الفترة اللي فاتت الحكومة بتجري ورا الناس في الشوارع يعني اللي مصمم انه يروح يصيف بكرة وبعده اللي مصمم انه هو يبني من غير ترخيص اللي مصمم انه يخرق الحظر اللي مصمم انه هو يتاجر في الأدوية وفي الحاجات يعني عمثلة كتير جدا ومبارح جالي من الداخلية يعني بيان بالحاجات هيتلعوه ويتعلعوه كل أسبوع كل الجرائم اللي تمت والمخالفات اللي تمت يعني خلال هذه الفترة يعني عايز اوري حضراتكم بس يعني صورة كده او مشهد بسيط لعقار بجبع الارض انا عايزك تتخيل بس قبل ما تشوف الكلام ده كم طوبة تحطت كم شقرة اسمنت كم طن حديد كم عامل اشتغل فلوس قد ايه اللي في عقار زي ده اتبنى في قد ايه هو مخالف صاحبه خبط له كده مثلا بتاع نقول ايه تلات اسابيع عشان يطلع به حلو في التلات اسابيع اربع اسابيع هفترض ان هو بيشتغل للنهار كم واحد من الحي عدوا عليه كم واحد من الحي عدوا عليه بتاعردش ده عمارة طويلة كبيرة ضخمة بتهيليش اسابيع دي لازم تقود شهور كانوا فين بتوقع الحي السؤال بقى فين العمارة دي دلوقت ورين يا سيد واحد اتنين دي اخسرت فلوسك اخسرت فلوسنا كلنا فعلا بصوا العمارة قدي بنيها في ارض زراعية بوز الارض وودى فلوسه وفلوسنا كله على الارضه ده في محافظة المينيا السؤال كان فين رئيس الحتة دي اي حد بقى يعني وانت معدي محدش قالك ان الراجل ده بيبني من غير ترخيص كنت حفظت فلوسه وفلوسنا انا على فكرة رغم ان انا مبسوط من سيادة القانون وان المنظر ده بنزيعه بهذا الشكل بس حزين على الفلوس اللي راحت احنا هيبقى عندنا يعني عرف اقوى من القانون ان الناس تشوف المخالفة وتسكت سيد محافظ المينيا انا عايز يعني اتمنى من سيادتك او اعتقد ان ده البديهي انه رئيس الحي ده او رئيس المدينة دي تحقق معاه يا فندم كنت فين في الدور الاول طب كنت فين في الدور التاني طب انت كنت اجازة في الدور التالت طب لحد التامن تامن تدواري تبانو باساسات بمسلح بطوب يا جماعة الدنيا قال لكم عليش انا اسف مش مفترض انه انه المواطن يعود الى ضميره عشان ما يخلفش القانون المفترض انه يخاف لانه فيه رقيب بيطبق القانون انا مبسوط وسعيد انه العقار ده كله جاي على الارض وبنعرضه في التلفزيون عشان الدور جاي عليك يعني المخبي او اللي معتقد انه هو هيدراب له طالت تدوار فوق الادوار بتاعته او اللي هيبني على الارض من غير ترخيص او في ارض زراعية اديك شايفه طبعا تدوار جوم على الارض في ثلاث ثوان بس السؤال اللي هيجنني طلعوا ازاي فين الحي انا بوجه سؤالي للسيد محافظ المينيا يعني بعد ما الكلام ده تهد ما سألناش نفسنا ازاي طلع وبوجه سؤالي لوزير التنمية المحلي يا السيد اللي هو شعراوي وانا عارف يعني من هو اللي هو شعراوي اكيد حضرتك مش بس هنزيل الكلام ده اكيد هنحاسب الناس دي برضو اكيد هطلع لسيدك تقرير فيه كم مخالفة في كم محافظة والمحافظة اللي فيها مخالفات كتيرة هنجي نقول للمسؤول تعالى ليه كل ده حصل في عصرك ده كلام فزي ما صعبت علي الفلوس بقيتها تسأل طب يعني فيش حد عد من قدام المبنى ده شوفوا المشهد كل دي فلوس كراحة الارض هتقول لي ما يفلوس واحد خالف القانون ماشي ما احنا كنا اولى برضو كان هيعمل بيئة حاجة للبلد يشتري حاجة يعمل مصنع يعمل بتاع الفلوس رحت على الارض هو اكيد سمعني وقصرته سمعاني دلوقتي مش احنا السبب السبب انت انت اللي خلفت القانون سرقتنا واحنا في وقت ضعف انت حرامي تسرق بلد اللي يخالف القانون يعني يعني ويجي على حقوق الناس ويجي على حقوق الرقع الزراعية اللي عندنا في مصر او يجي على اراضي الدولة اسمه حرامي الرقع بقى علب يشوف الحرامي ويسيب ويطلع لحد الدور التامن والله يعني انه وصف فلن يوصف باقل ما وصف به صاحب الفعل نفسه